سالي وصلنا لفقرتنا الأولى الفقرة الطبية اللي دايما منحاول أنه نشوف اهتمامات الناس وأكتر شي من تشر اليوم مين مننا ما بيلجأ للابتسامة الحلوة ولون الحلو للأسنان سواء ناحية الرجال أو حتى السيدات صح فرحة الابتسامة هي أول ما بتوفي الشخص فأنتي بتاخد طاقة من ابتسامته مزبوط أكيد سالي واليوم أولى فقراتنا مع الابتسامة المشرقة والضحكة الجذابية اللي هي من أهم أسرار تجميل الأسنان مشان هيك عم نشوف كتير من الرجال أو حتى السيدات عم يهتموا بالحصول على أسنان برقة ومصفوفة خالية من التشوهات سواء باللون أو حتى بالتركيب مشان هيك فرح أصبح الطب التجميلي هو بالقوين الأخيرة محط ومحل اهتمام لكتير من الناس سواء لأغراض تجميلية أو لأغراض علاجية ويعتبر طب الأسنان بالطبع هو أحد أهم وأشهر أنواع الطب التجميلي يعني بالابتسامة هي بتبين ضغري من الأسنان خاصة تجميل الأسنان الأمامية اللي كنا نحكي عنها لتكون أبرز ما يظهر الابتسامة المشرقة لا نحكي أكثر عن موضوع التجميل الأسنان معنا الدكتور الأخصائي وليد علي أخصائي بطبوة تجميل الأسنان يساعد صباحك صباح الابتسامة صباح خير صباح خير صباح يساعد صباحك دكتور يعني حكينا شوي بالمقدمة قدامهم الأسنان الحلوة اللي بتنعكس على نفسية الأشخاص قدام بتشوف هذا الشيء فعلا موجود اليوم أنه الشكل الحلو للأسنان هو مطلب كل الناس على حد سواء رجال أو حتى النساء تماما هو مطلب رجال ونساء لأنه اليوم هي الابتسامة مصدر الثقة يعني أنا اليوم لما عندي ابتسامة كتير منيحة وكتير حلوة فثقة بنفسي عالية مثل لما أنا متمكن من أي شيء تاني سواء بالشغل أو بالزيارات أو بالحياة الاشتماعية اللي كلاياتنا عايشينا واتطور هذا الموضوع بعد فترة بالأخص بالوقت الحالي لأنه صارت الكواليتي طب الأسنان كتير عالية بالناحية التجميلية يعني من فترة كان نحنا المهم سنانا ما تكون عم توجعنا أو المهم سنانا ما يكون فيها نخور اليوم نحنا بهمنا من الأسنان يكون بشكل مثالي بلون نحنا نلاقي مثالي سواء لون أو بياض أو لون شفاف أو 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 فالابتسامة عم تتطور يوم بعد يوم يعني ما أنه موقفين ما طب الناس عم يزيد ما أعجبون شيء وطب الأسنان عم يتطور بشكل يومي كمان يعني كل يوم عم يطلع شي جديد كل يوم عم يطلع تقنية جديدة دراسة جديدة يعني عم يتطوروا مع بعض أكيد خلينا نقيم صيحات الموضة على جنوب ونحكي بشيء الطبي خلينا نشوف الأسنان السليمة المعافية اللي هي ما بتحتاج شيء ولكن مع المضاثر لأ نحنا نعمل فينير لو سناننا حلوية لو ما فين شيء فبسيء منفوت بموضوع تاني ودكتور أنت أقدر على هذا الشيء سواء كان باللسة أو بغيره من الشغلات نحكي عنا شوي تمام اليوم الأسنان لما بتكون هي سليمة ومعافية مثل ما حكيت الفكرة الماضية الأسنان سليمة ومعافية بس الشكل ما نوعاجبني الأسنان سليمة ومعافية اللون ما نيرضيعني عنه الأسنان سليمة ومعافية بس مثل ما قلتنا من شوي صفة أنا عندي صفة سن على سن ما أنا مريحتني فاليوم إجا التقنيات مثل الفينير مثل اللومينير اللي هي بتحتاج مينيما لتحضير كثير قليل لتضبط هذا الشكل تبع الأسنان بالحفاظ على بنية السن بدون إجراءات صحب العصاب بدون إجراءات ألمية فصارت تقدم للمريض بس ميزات ومثل ما حكينا بالأخير هو لما أنا بدي أعمل أي شيء تجميل الأسنان لازم تكون أسنان سليمة يعني أنا ما فيني أعمل طبيعي أسنان على أسنان هي منخورة يعني منعالج بالأول تمام فهو أي عملية تجميل أنت صرتها تحكي عن ميزة فالميزة ما بتنحط على شيء ضعيف ما بتنحط على سن منخور على سن عمي وجعني يعني ما بتروحي أنت على كلينك بتقولي للدكتور سني عمي وجعني بيضلي بتقولي له أنه سني أنا لونه ما عاجبني عمل لي فرضا طبيعي تماما طيب دكتور نسمع كثير الشخص عامل فينير الثاني عامل لومنير والتالي الزارع أسنان وهي الصيحات كلايات اللي عم نسمع في أول علاجات إذا بدنا نسميها صح تماما علاجات هي أكبر طيب دكتور شو الفرق بيناتهم أين تشخص بيلجأ لكل نوع منه تمام هلأ أول شيء الفينير واللومنير والزيركون شيء وزرع الأسنان شيء تاني تماما نعم يعني زرع الأسنان هو استبدال فقد الأسنان بدعامات بتنحط مثل البراغي جوه العظم طبعا وهي إلى أنواع عرفتالي كيف فهي لمعالجة فقد الأسنان فهذا شيء علاجي بحت عرفتالي كيف هنقول بالأعمار المتقدمة كما ممكن تكون أكتر طبعا ممكن تكون أكتر لأنه نديش العمر بيصير أكتر فقد للأسنان بس هي مو بزرع الأسنان هو علاج مو بس لفقد الأسنان هو علاج للفقد العظمي اللي بيصير لهذه الأسنان يعني بتلاقي ممكن مثل ما حضرت حضرتك بالأعمار المتقدمة صار في عنا فقد للأسنان فبتلاقي أنه صار في ضمور بالوجه لأنه خف الضعم العظمي للوجه فبيجي بتيجي زرعات الأسنان بتحافظ على هذا العظم اللي نحنا بدنا إياه هارفتك كيف أو مثلا المريض البدل اليوم بتعمل ريحة مانم وريحة المريض ما فيها كل منيح بينما الزرع هو علاج هارفتك كيف ومو حظما بيكون يعني يعني بيلجأ له حتى العمار الصغيرة يعني لما بيكون مثلا شب أو صبية خسر سن لأي سببين كمان ممكن سن نكسر ممكن رد ممكن ألف السبب مانم اضطر يسحب عصب المنفقلة لم انسفه في تعليم عصب السن اللي قبله وتعليم عصب السن اللي قبله وعصب السن اللي بعده لحتى يعني لجسر لا مكان السن المفقود أنا بقدر أعمل زرعا وعود عن هذا الفقد اللي أنا عندي الموضوع الثاني هو الشرر Etacanava ال你看 out ول منينيقل الباب الفرق بالاستطباب. أنا بالزيركون على سبيل المثال بحطه على أسنان متهدمة. على الأمان الزيركون هو فول كراون يعني تغطية كاملة للسن. فيمتالية تلبيسة كاملة. بيكون أنا مثلا سن مصحوب عصبه أو مثلا سن متهدم. عرفتي كيف أو مثلا سن بدي أغير محاوره. أما بالفينير هو بيكون سن مثل ما هو. يعني معنه متهدم معنه مصحوب عصبه. بحط له أنا قشرة. فالفينير أو اللومينير هي قشور بسماكات معينة. نحط على القشرة الخارجية للأسنان. أما الزيركون فهو تلبيسة كاملة. فيمتالية فهي هو الفرق كزيركون أو كفينير. هلأ كفرق بين فينير ولمينير هم بقى نفس القشرة. درجات. تماما سماكات خلينا نقول هي فيمتالية. فهي هي كفروق رئيسية يعني. نعم يعني دكتور خلينا نحكي عن السلبيات والإيجابيات. ما فيه شي ما له سلبيات وإيجابياته. مثلا بتكون سلبياته ممكن تكون متوازنة مع إيجابياته. صح. سلبياته أكثر. حكينا نقطة كتير مهمة إنه نحنا ما فينا نعمل أي شي تجميلي إلا على سن معافة. وعم نصير كتير شغلات. عم يصير شي باللسة. عم يصير في حتى الروائح الكريهة نتيجة عدم سحب عصب. خلينا نحكي قدش فيه سلبيات في حال كان السن أو الدرس غير معافة. أول شي الروائح الكريهة بحالات التجميل هي مو من سحب العصب. هي من قلة اهتمام المريض فرضا بالفينيرات المركبهم. يعني أنا اليوم بعمل فينير كامل للمريض فالمريض صار عنده أسنان حلوين. لونه حلو. ما بحسبها في إيميل فرشاية الأسنان. بالوقت اللي إنه هو لازم يصير اهتمامه أكتر بفرشاية الأسنان. لأنه لأنه الفينير بيتطلب اهتمام زايد. ممكن يجمع الأكل تحت بجزيقات كتير صغيرة تعمل هاي الريحة. بعدين فرشاية الأسنان هي رقم واحد لللسة. اللسة اللي هي حاملة كل هالقصة هاي. بعدين يعني ما فيه فينير أو لومينير أو أي شي بعمله بأسناني. مانو حلو إذا لسه مانا حلوة ونظيفة ولونة حلوة عرفت عليكي. كسلبيات أكيد فيه سلبيات. أكيد يعني متل لما أعطيكي مثال شوي بعيد. الطبيد أكيد الطبيد هو إليه إيجابية. باللون وبيجدد نفسيه وا وا. بس بنفس الوقت إليه سلبية. إنه أي عملية طبيد فيها سحل. أي عملية طبيد فيها حساسية بالأخص بالمرحلة الأولى بعض الطبيد. فكل شي يعني إليه سلبيات وإليه إيجابيات. ونحن نحطها على الميزان يعني. أكيد. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي. أنت ممكن تقول ما بقدر أعمل أسنان ناحية التجميلية. الأسنان أو وضع اللساء أو ما عم بيساعدني لحتى أنا أعمل سواء زيركون أو لحتى أعمل فينير لمونير إلى آخر. أنت بتقول ما بقدر. تمام. هلأ هو في عنا نحنا كثير مضادات استطباب لموضوع الزيركون أو الفينير أو اللومينير. هلأ كموضوع تجميلي. بالبداية بهمنا كثير يكون المريض متعاون مثل ما حكينا من شوي. يعني مريض عنده كل العادات السيئة غير مهتم بأسنانه. إنه دكتور عمل لي سناني وخلص. لأ هون تلاقي الطبيب إنه أنا حبيبي ما فيني أعمل لك سنانك. وإنت لا تفرشي سنانك. ووالا مهتم فيهم أبدا نعرفت عليه إشلون. الشيء الثاني في عنا مرضى ما منقدر نعمل لهم ناحية تجميلية. بيكون مثلا عندهم أخور معممة. بيكون مثلا إنسان كحولي مدخن بدون اهتمام. وأسنان تعبانة كثير. لأ فورا نعمل إياهم فينير. لا نعمل إياهم فينير. لا مثل ما حكينا. لازم نعالجهم بالبداية. هناك مضادات استطباب قطعية. مثلا ما لدينا مثلا دعم عظمي للأسنان. أسنان مقلقلة. يكون هذه أسنان بدألة على سبيل المثال. فهي لا نستطيع أن نجملها. هذه نحن نحكي باب الزرع. فمتالية. بس إنه من مضادات الاستطباب كمان. اللي نحن ممكن ناخدها. إنه مثلا مريض مثلا عمره فرضا ستين سنة. بدي أعمل فينير. لا لا نعمل لك فينير لأنه أساسا رح نحن نضاعف شوي بنية السن. لا نحن نروح على خيارات ثانية. يمكن ما تكون هاي التجميلية اللي نحن خاطينا ببالنا. وعلى هذا المنوار يعني. صحيح. يعني في شيء آمن وفي شيء آمن أكتر. يعني في مثل ما حكينا أنواع على الشيء التجميلي. سواء كان من فينير أو لومينير. وفي شيء اسمه هاي سيرام أيضا. نحن كمان منسمع فيه. فأي شيء هيك أقرب للطبيعي. فينا نقول إنه هو آمن. يعني أقرب للطبيعي لسنة الطبيعي. أو ممكن لا. أحيانا تل جسر عادي يمكن يرفضه. ترفضه لسنة. خلينا نحكي. تمام. هلأ هو إذا كان أقرب للطبيعي. كلون مثلا. ما يعني هو إنه هو آمن أكتر. فهمت لي كيف لا؟ هو عم يصير آمن أكتر. لأنه مثل ما حكيتم شوي. إنه طب الأسنان عم يتطور كتير. فهو أول شيء كان إحنا لما بنعمل أي تلبيسة. فنحنا بنطر نحضر السن بالكامل. يعني كان لما الواحد يزبط أي سن أمامي. يجب يعمل فول كراون لحتى يقدر يعمل هذا الشيء. بعدين نزل الفينير بتحضير بسماكة معينة. نزل بعده اللومينير بسماكة أقل. اليوم نحنا نعمل فرضا أنواع من أنواع اللومينير بدون أي تحضير للأسنان. فهذا نحنا نقول عنه آمن تماما. أما لما يكون عندنا جسر وبترفض الأسنان. ممكن يكون عندنا التهاب نسوج داعمة. التهاب لسه معمم. ممكن يكون دعامات معنى قوية. فهمت عليكي. بس نتيجة التطور هذا العلم. بتقولي أنه أنا يوم عن يوم. عم بقدر أنا حافز على الأسنان. عم بعمل الإجراءات الحلوة. وسناني حلوين. يعني أنت سنانك حلوين وصفطن حلوين. أنا قادر أقدم لك حتى علاج بدون ما أنا الداخل عليهم. بدون ما أنه أبردون. بدون ما أنا أعمل فيهم ألم. بدون ما أنا أعمل كثير قصاصي. وهذا التطور طبعا صار بالتجميل. صار بالجراحة. صار بالتقويم. يعني صار بكل مجرات. صحيح. نعم. طيب دكتور لكل الأشخاص. يلي بيحبوا أن يكونوا بمظهر كثير حلو. من هي ناحية جمال الأسنان والإبتسام. قبل ما يتوجهوا للاستطبابات أو العلاجات التي نحنا قلنا عنها. الأهم نصائح نحنا نحب نعطيها للمريض أنه صحته بالأخير. يعني الأسنان هي بتمثل صحته بالأخص. أنه يعني نحنا كمسلس الأنف مع الفم. مع هاي بيسموه مسلس الموت. يعني هذا مسلس الخبر. أعرفتي كيف. يعني ما نهمل أي مشكلة عنا إياها. يعني التهبت عندي لسة. ما عليش براجع دكتور الأسنان. يعالج لي لسة علاجه منيح. أحسن ما تتطور عندي هذه القصة. فرشاية الأسنان أكيد هو هذا الشيء الذي يجب أن يقولون على قليلة مرتين وكتر خيرك يعني. يعني العناية الفموية مثله مثل أي شيء بالجسم. يعني اليوم أنا مثلا بوجعني أي شيء بالجسم ظهري بطني. فورا بروع الدكتور. نفس الشيء الأسنان. بتشجع دكتور أنه اللي حابب يكون لون أسنان وصفته حلوة. أنه أي لا تتردد. مو متل ما بيقولوا أنه عمره أصير. السلبيات أكتر من إيجابياتها. بتشجع دكتور؟ طبعا بحالات معينة أكيد بشجع. لأنه هي أكيد معنى عمره أصير. هي متل ما قلت لك. لما بيكون في عنا الاهتمام والتعاون الكافي من المريض. هي بإذن الله دائما يعني. نعم. معنا. نعم يعني دكتور نصائح عديدة. وحمكن إحنا حكينا بمواضيع بتهم مشاهدنا سواء من ناحية العلاجية. وأيضا التجميل. هي تجميل هو مو كل شيء. ولكن سلامة الأسنان والحفاظ عليها هي أهم شيء. لأنه يعني بقولوا بيبقوا معك دائما هذا. صح. أكيد. بننشكر وجودك معنا. بننشكر المعلومات اللي قدمتها. بنننصح مشاهدينا من ثلاثة إلى ستة شهور. نعزب حالنا وننزل عن دكتور أسنان. شكرا لك دكتور لك المعلومات اللي قدمت لنا إياها.